تدور في جينيف حيث تجري منذ ايام جولة جديدة من المحادثات السورية منقشات بعيدة عن الاضواء طرفها الولايات المتحدة وروسيا بغرض التوصل الى صفقة جديدة قبل الصيف المقبل تضع حدا للحرب في سوريا وذلك بمعزل عن الاطراف الاقليمية والدولية الاخرى حسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية غربية وقالت المصادر ان ثم مخاوف وهواجس من رغبة امريكية في تحقيق نجاح دبلوماسي في سوريا للديمقراطيين ومنع روسيا من الاستفادة من الغيابة المنتظر للدبلوماسية الامريكية بسبب قرب الانتخابات الرئاسية الامريكية وبالتالي فانه اذا لم تتحقق الصفقة قبل ايلول المقبل فان واشنطن ستكون في موقف ضعيف ازاء موسكو وازاء رغباتها ومخططاتها في سوريا والمنطقة ونقلت المصادر عن محادثة جنيف حول سوريا ان اجتماعا مطولا عقد بعيدا عن الاضواء بين مندوبين امريكيين وروسا الاسبوع الماضي للبحث في اشكال ومضامين المرحلة الانتقالية في سوريا وتصورات موسكو للطبيعة وشكل الحكم والدستور والانتخابات المفترض ان تجرى خلال ثمانية عشر شهرا وابدت هذه المصادر مخاوفة جدية من احتمال ان يُعقد الطرفان المعنيان الذان نجحا في فرض هدنة ميدانية الى صفقة جديدة بعيدا عن الاطراف الاقليمية والدولية الاخرى تكون قريبة جدا من الافكار التي تروج لها القيادة الروسية وتترك الرئيس بشار الاسد في السلطة لفترة تطول او تقصر او حتى تمكنه من الترشح لانتخابات قادمة هذا وحمل مندوب سوريا الى الامم المتحدة بشار الجعفري على ورقة المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا التي جمع فيها المبادئ التوافقية بين فريقي الحكومة والمعارضة فقد حذف منها تعبير الحكم الانتقالي وحلت مكانه عبارة حكومة وحدة وطنية وثم تعديلات اخرى اقل اهمية طلبت جعفري من ديمستورا ان يدرسها خلال نهاية الاسبوع وان يعرضها على وفد المعارضة